بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 العالمين الإثم الكبير والخسنات الفادحة التي تترتب على التخازل والتكاسل عن صلاة الصلح في جماعة وبصفة خاصة وعن صلاة الجماعة بصفة عنها المعلومات التي سأقولوها الآن لا أعلمها القسم الأعظم من الناس فأرجو أن تسمعوني بأذن نوعية وصغير وتنسوش تفعيل الجرس واشتراك في القناة لأصلاكم كل جديد ويريدين تنشروا الفيديو ده لأنه هم جدا العلماء مجمعون على تأثيم تلك صلاة الصلح في جماعة تأثيما كبيرا قال عليه الإثم الكبير والخسارة الفادحة لكنهم مختلفون في ما هي قبول الصلاة جمهور العلماء قالوا الصلاة تقع صحيحا استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفز في المسجد أو في الجماعة خير من صلاته في سوقه أو عمله بـ 27 درجة وفي رؤية أخرى بـ 25 درجة ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء قالوا لا تصح الصلاة أصلا خارج المسجد بدون عذر وتقع باطلة ويجب على المسلم الإعادة كأنه ما صلاش خالص الحديث الصحيحة التي سأقولها الآن والتي اللي علمها القاسم الأعظم من الناس جاء في صحيح أبي داود من سمع عن دداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلىها قالوا لكم لم تقبل منه الصلاة التي صلىها قالوا رسول الله من العذر قال خوف أو مرض خوف شديد وحش كاسر قاطع طريق هذه الأعذار الشرائية المبيحة مرض عضال والأعوذ بالله شلل وإن كان المرض الإمراض ممكن أن يبتوك عن الصحابة التي تتلعانهم جاء في الحديث صحيح كان يؤتى بالرجل يمنى يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف رجل مشلول يتشال شيل ورجلية تخط في الأرض لأن رجلية مشلولة لا يميتها ولا تتحرك لغاية لا يحطه في الصف عشان كده عصر السلام قال في الحديث لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة حبوة يعني يبقى لو مريض يمشي على أده ورجله لغاية ما يوصل للجامعة بذلك عصر السلام قال أثقل الصلاةين على قلب المنافق الأشياء والفجر وطبعا يؤصل بها في الجامعة إذا قاموا للصلاة قاموا قسالة يخادعون الله ولا تكونوا الله إلا قليلا يرؤون الناس إذا قاموا للصلاة قاموا قسالة يرؤون الناس ولا تكونوا الله مزبذبين بين ذلك تحالي منافقين فأنت لو تتكاسر عن صلاة الصبح بدون عزر في قلبك نفاق حديث التالي خطير جدا في البخاري لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أستخلف واحدا ليوصلي بالناس ثم آمر بحطب فيحطب ثم أخالفوا إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم وفي حديث آخر لولا ما في البيوت في البخاري برضو لولا ما في البيوت من النساء والزراري لخالفتوا إلى أقوامهم فحرقتوا عليهم بيوتهم يبقى الراسل والسلام اللي منعوا من فعل ذلك النساء والأطفال الذين لا يسلهم زم في البيوت عرضا أن يضبط هؤلاء الناس متلبسين ويطرق صلاة الجماعة ويستخلف واحد ويقوم مع شوق على النار ويوحل الناس دي بيوت الناس دي على قصهم عايزي أكثر من كده ذلك لو قاعد الصحابة فاتيته صلاة جماعة بعزر بعزر قهري يعني بيبكي ويجلس في بيته تعوزه الناس تزوره سبع سلاسة أيام من عزم المصيبة التي وقعت عليه تكبيرت الأحرام تكبيرت الأحرام سوابها فيهم القيامة في الميزان أعظم من مائة ناقة كما جاء في الحديث الصحيح عن أحد الذين شاهدوا بدلا جاء في الحديث أيضا الصحيح وارسحه الإلباني من سمع نداء للصلاة الأشياء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة الله صلى دي الخسارة الأولى عدم قبول الصلاة سواء كما بمفهوم الجمهور أو بمفهوم ابن القيم وابن تنمية وغيرهم العلماء الخسارة الثانية الخسارة جبيرة جدا 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 تخسر النور العظيم التي تعطاه وأنت على الصراط يدرب الصراط علامات الجهنم هو أدقه من الشعرتي وأحده من السيف ستمشي عليه وأنت عاري حافي القدمين جهنم مزلمة شديدة الظلمة لا تستطيع أن ترى كف يدك لن ينفعك إلا النور التي ستعطاه وأنت على الصراط لكي تعبر هذه المحنة الفضيعة أشد وأصعب من يوم القيمة الصراط السيدة تعيش في قاتل رسول الله وتذكرون أهلكم يوم القيمة قال إلا في سلاسة مواقف عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الصراط والصراط أصعبهم ما قاله ما ماشي على خيط أرفع من الشعر وأحد من الصيف فوق جهنم وحوالين الصراط ده كان ليه فضيعة تخمش الناس وتلسحهم كبقاء الرسول السلام والناس على صراط أصناف ناجن مرسل أو مارن مخدوش أو هاون في نال الجهنم ناجن مرسل يعني يعادي في ناس عب بعد الناس عب يعادي بسرعة البر أو كرمح البصر أو مارن مخدوش ده بقى اللي هعادي بسرعة أقل ربنا الجهنم بيتطاير منها شرر كالقصر كأنه جمالاتهم صفر يعني شرر بيضرع منها شرر قناة غراب الفضيع الواحد منها قد البيت العظيم تخمج تدرب لوحد أو تلسعه في كدفه في اللازم تعدي بسرعة ده جدا عشان تنجو من هذا الجهزاء من جنس العمل الناس عشان نقوم في الحديث بشرهم مشائينا في الظلم بالنور التام يوم القيامة وفي رواية الأخرى بشرهم مشائينا في الظلم بالنور العظيم يوم القيامة فالجهزاء من جنس العمل تنزل في الظلمة في الصعادة الفجر وعشان خصوصا للفجر يعطيك طوع طعام نور العظيم لا تنزل تحرم النور العظيم. هتمشي على الصراط الزباء. يبقى نورك ضعيف او متوسط. تمشي واحدة واحدة وتلسع وتخمش. تصن بتأخيرها اللي لجنة ولا تصنع اللي الفردة وسلها. هتعرف مدى هزي الخسار وانت على الصراط. وستان ده اشياء الندم. بشروا المشهائين في الظلم بالنور التام وفرويات عن اخرى بالنور العظيم. يوم القيام. لانك بتنزل في الظلم لازم يديك نور العظيم. تروحوا ربنا في فيتو. تزوره. الخسارة ثلاثة. تخسر حجة تامة. اجر حجة تامة. بداية من النفقة لا تدفع سمان للحج مرورا من كل مناسك. كل ذلك تكون في ميزانك يوم القيامة. رسول العظيم في الحديث. بشروا من توضع في احسن وضوء. طب اخرج من بيتي لا يخرجه الا الصلاة. كان لهك اجر الحج المحرم. شو بحج المحرم تخسر جبيرة جدا. الخسارة اللي بعد كده تخسر قيام للعب حالها. عشان كده سيدنا عمر مخطبك انا يقول لان اصلي الصبح في جماعة احب ولي من ان اقيم ليلة كاملة. يعني عفلي اللي كاملة يعني ايه? يعني الصلاة وقف على الجليج. من بعد صلاة المغرب. المغرب لان المليج بيبدأ في المغرب. يسمع العشاء الاولى. لغاية الفجر لم تفطر عن الصلاة لحظة واحدة. عشر ساعات. لو انت وقفت عشر ساعات الى الجليج. من المغرب الى الفجر. لم تفطر عن الصلاة لحظة. وما نزلتش صلي الفجر في الجامعة. والتاني والتاني نام طول الليل. ونزلت صلي الفجر في الجامعة. والتاني اسبقك يوم الايامة. وصوبة اعلى منك. العشرة دقيقة او ربا ساعات بتوع الجامعة. احسن من عشر ساعات بتوعك انت. وانت واقف تصلي. يبقى بيبقى تخسرت دي. تخسرت بينا جدا. تخسرت بعد كده تخسرت في الدوسة الاعلى. وتبقى في الدرجات الادنة في الجنة. تحرم رفقة الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. جاء في الحديث. صحابة العباني. ينادي الله صلى الله عليه وسلم يقول اين جيراني. فتقول الملئكة يا رب منام بغي له ان يجاورك. فيقول اين عمار المساجد. فالجزاء من جنس العمل. وراي من ربنا في الدنيا تبقى وراي منه في الاخرى. بتروح بيته في الدنيا. في الخمس صلوات. خصوصا الفجر. انها صلاة مشهودة. اعظم الصلاة. وهي دليل قوة الامان. يقربك منه في الاخر. الجنة مية درجة. اعلى هل فردوس الاعلى. ما فيش فوق اغير عشر الرحمن. اعرب ناس العشر الرحمن هو اهل فردوس الاعلى. هم جيراني الله صحابة تعالى. تتخذع عن صلاة الفجر في الجامعة. وعن صلاة الجماعة. تحرم من رفقة ربنا صحابة تعالى. زي ما كنتش بتروح لبيته في الدنيا. هو مش عايزك تبقى جنب بيوته في الاخرى. مش عايزك تبقى جنب عرشه. ينزلك تحت. جزاء من جنس العمل. لذلك تحرم من جيرة الله. ما تبقاش من جيران الله سبحانه عنه. الخسارة اللي بعد كده. تخسر رؤية رب العالمين كثيرا في الجنة. او مرتين في الجنة. وفي الدوس الاعلى. ولا ترى الا مرة او مرتين. مرات قليلة جدا. ودي خسارة كبيرة جدا جدا جدا. ان ادنى اهل الجنة منزلة. ان ادنى اهل وقصوره وخدهم مسيرة الف عام. وان اعلىهم منزلة ليرى ربه غدوة وعشية. يبقى لاعلىهم منزلة. نفس الفردوس الاعلى. اشوف ربنا مرتين مرة الصبح ومرة بالليل. لذلك هناك عاصل اخر. ان اهل الفردوس الاعلى. لا يرون ربهم مرتين كل يوم. وان اهل الدلاجات الادنى لا يرون ربهم مرة كل اسبوع. حرمت من رؤية راب العالمين كثيرا. واشف اعلى مقامات في الجنة هي رؤية التمتع برؤية راب العالمين التمتع بواكه الكريم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوني تونس. لذين احسنوا الحسنة وزيادة. ولا يرهق وجوههم قطر ولا دلة. اولئك اصحاب الجنة تنفيها خلطون. وعما قالوا الحسنة هي الجنة والزيادة. اللي هي اعلى من الجنة افضل من الجنة رؤية رب العالمين. فالجنة نفسها لا تسوي شيء امام رؤية رب العالمين. شوف الجنة بما فيها من قصور وحرين. لو انا امرأة من اهل الجنة. نزلت الى الارض الى طمسة نورها نور الشمس كما تطفنت الشمس ونور النجوم. لو نزلت بالنهار الشمس هتختفي خالص زي ما الشمس بتخفي النجوم بالنهار. بابلك بقى جمال رب العميل بقى عمل ازاي. تخيل انت يبقى رب العميل جماله عمل ازاي. وتخيل انت بقى لما تتحرم من رؤية رب العالمين. وانشوفوش لا مرة عبراتين في رزوعة. عشان كنت بتروح لوش في الفجر. الخسارة اللي بعد كده تخسر الاخذ من هذا النور. لذلك اهل فردوس الاعلى اللي بيتمتع برؤية رب العميل وحبينه معامل زي الشمس. لذلك نصح سيكون في الحديث. لو ان واحدة من المقربين فخرج من قصره لرؤية نور من مسيرة الف عان وضرب هذا النور في السموات. فيقولوا اهل السموات واهل الدرجات الادنة اهل الدرجات في الجنة. قد خرج واحد من مقربين من قصره. لما واحد من مقربين بيفتح قطابة القصر ويطلع بيدرب نور في السموات. يراه كله اهل الدرجات الادنة. لانفجر نور عظيم. فكل الناس اللي في الدرجات الادنة هيقولوا ده في واحد من مقربين خرج من قصره. يبا هو عمل جاء الشمس وانت عمل زي الرجمة صغيرة بالنسباله. خسارة بنا جدا جدا. الخسارة اللي بعد كده تخسر زمنة الله. زي اللي كسرت الحديث. الحديث صحيح مسلم. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمه الله. اي كان في الله ومعية الله وحراسة الله. لذلك كسرت الحوادث والبلاي والمصائب بالزبب تخازنوا الناس عن صلاة الصبح في جماعة. فتوقع اي مصيبة بقى. لو انت ضيقت تتركت صورة الصلاة الجماعة فاجر في جماعة. لست في ذمه الله. لست في معية الله ولا حراسة الله. تقع في بلوعة. تسد سنوبك سيارة. اي شيء توقع. موطلوبش اللي لنفسك. لذلك صحابة ربطانهم كان واحد منهم. كما يكون واحد جاد في سبيل الله وحاجة. صليت الصبح في جماعة. اتقع الله. انت في زمه الله. ما تخافش باي حان. الخسارة اللي بعد كده. تخسر. حياتك النفسية. لذلك كسرت الاعمراض النفسية والاكتئاب. وافضل علاج للدورة الكيموية في المخ. وانتظام الصحة. مواصلة على المصارات الخمس سوات في الجامعة خصوصا للفجر. وانتظام الدورة الكيموية في المخ. والصحة النفسية والهرومات. وكل حاجة مزبوطة. لذلك تجد الناس في العيادات. لانه هو مش عارف. ويأخذ مهدئات ويأخذ أدواب تزيد الطين بلا. فتكون النتيجة ايه. لكن هو لو مواصلة على الخمس سوات في الجامعة. وصال الفجر في الجامعة. ممكن يجيه له اكتئابة. مهما مهما أصابه من بلاء. ربما يكون اللي يصلي فجر في الجامعة أشد بلاء منه بكثير. لكن هو يتحمل. الغسارة اللي بعد كده. تخسر عطية من أعظم العطاها في الجامعة. طوبة. بيخرج منها حلل وبيخرج منها خيول مصنوعة من الذهب الخالص. بيطير بصرعة أكتر من سرعة البرأة. شفر عطية سبوية في الحديث. له خمس سطور كلها صحيحة. إن في الجنة لا شجرة. يقال الله طوبة. يخرج منها حلل صفراء ونبيضاء. ويخرج منها خيول ذهبية. مسرقة بالدر وليقوط لا تبول ولا تخوط خطوها مد البصر. لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيش يشاءون. فيقول من أسفل منهم درجة. في رواية أخرى أهل الدرجات الأدنى يا رب. أعطيت إخواننا ما نعم تعطينا. فيقول رب العالمين إنهم كانوا صلونا بالليل وكنتم تنامون. إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون. إنهم كانوا تصدقون وكنتم تبخلون. إنهم كانوا قاتلون وكنتم تجبنون. وبدأ يعينهم. خليبا لكم. دول مشكلة بداية وصعات فارغة في جماعة في المسجد. لا دول ما هم شورد من الصيام. ما بيصوموش 2 و5. ما بيصوموش 3 البيض. ما بيصوموش. ما بيصوموش. ما بيصوموش صلوش 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 الأخير من الليل. إنهم كانوا يصلون بالليل لو كنتم تنامون. فحرموا ونزلوا في الدرجة الأدنى وحرموا من الخيول الذهابية. المسارجة بتضر واليقوت. اللي بتطير باسرة أكثر ما اشبها بالبراقنة على الصع ال Henderson معرج بيقلة السمو produce السابعة. sogarعظمomi. من بساطة الريح. اللي كان سيده السلمانية يطيروا بيهة فوق مركة. كل هذا حرمت من. ليه ؟ يعان تو متكاسلkannt رح reason foriar size to fill his family. فما بيضع الصعات الف Ast 낙 oficium hallёт the organization's name و Gimme it in the image. طب الهم حال و لكن رحل متزلوا بيضع الصعات اللي في الجامعة. طب ايوه هؤل modèle الخليل سعى تفافك الجامعة. يبقى عوضه ازاي؟ إذا كان ده حال للمالوش ورد من الصيام. ولمالوش ورد من الصلاة والناس نيام. صارة كبيرة جدا جدا. دي الخسارات الفتاحة. بعض الخسارات الفتاحة اللي بيخسرها تاريك صلاة الصبح في الجماعة. انشروا هذا الكلام. كثير من الناس اللي اعلموا. اتقوا الله سبحانه وتعالى انك هتندم اشد الندم انت على الصلاة والخيامة وانت في قمات من جهنم. عندما ترى نورك يكون يعني يكون النور ضعيف او متوسط. ستندم اشد الندم وستتذكر نور صلاة الفجل انت ضيعته. تشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وانشروا هذا الكلام ونشروا هذا المهم في صواب العظيم والعلم علما. فنجرم عامل بيه المتقامة. لا ينقذ ذلك. اقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم.